الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام لقد خلقنا الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا من أجل العبادة قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وعندما سأل حبيبنا صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقال معاذ الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم معلما حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا أيها الإخوة الأحباب تسابق المسلمون في ميذان العبادة من صلاة وصيام وصدقة وحج وغيرها من العبادات وكلها عبادات تحتاج إلى بذل جهد ووقت ومال لكن ألا أدلكم على عبادة بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عبادة سهلة يسيرة لكن منزلتها عظيمة عند الله تبارك وتعالى إنها عبادة حسن الخلق بل إن المؤمن يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم المتعبد لله تبارك وتعالى ففي الحديث عن عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم واسمعوا أيها الإخوة الأحباب إن المؤمن قد يضيع ثواب عباداته من صلاة وصيام وصدقة وحج وغير ذلك من العبادات إن لم يتحلى بمكارم الأخلاق ففي الحديث عن أبي هريرة رضوان الله تبارك وتعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن فلانة تقوم الليلة وتصوم النهار وتتصدق لكنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار وقالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتتصدق بقطع من الأقط وهو لبن جامد فقال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة بل اسمعوا إلى تلك أيها المستمعون الكرام حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينال محبته صلى الله عليه وسلم من أراد أن يكون قريبا منه منزلة يوم القيامة عليه بحسن الخلق قال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وحسن الخلق يكون مع الجميع مع المسلم وغير المسلم قال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس قل للناس بخلق حسن ولذلك قال العلماء الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين فاللهم هدنا لأحسن الخلق لا يهدي لأحسنها إلا أن واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أن وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة